السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومكمين مع بعض جونت وان هنزاكر مع بعض الليسون فور تا بارت وان. ان شاء الله اشرحوا معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ برجاء ان تعملوا لايك للفيديو. يلا ما بعد نبدأ. عندنا درسنا النهاردة بعنوان معناها الروابط الكيميائية. تعالوا معي درسنا بتكلم عن ايه? النهاردة بتكلم عن بتكلم عن سلوك الزراط عناصر الجدول الدوري. طبعا احنا فاكرين اخدنا قبل كده النوبل جازز صح? ودي اللي بتكون موجودة في في اخر جروب في في الجدول الدوري وقلنا عليهم اسموهم زير جروب. وقلنا ليه اسموهم زير جروب علشان عندنا فيهم بيكون من الالكترون. بيكون مليان بتمام من الالكترونات. معادة عندنا بيكون في من الالكترون. عشان كده انا بقول عليها جروب زيرو. حتى لما كنا نجيب التكافؤ ليها كنا بنجيب زيرو. كنا بنقول زيرو. ليه? عشان عندنا الاوتر موز التاحة. بيكون من الالكترون. بيكون مليان من التمن من الالكترونات. زي ما قلنا لكده الهليم. معادة الهليم. بيكون حالة استثنائية. بيكون حالة استثنائية. اول مستوى فيه. بيكون في من الالكترون. اللي هو كام? طيب. تعالوا معايا برضو نفصل الكلام اللي انا بقوله. انا قلت عندنا النيون ده من النوبل جازي. صح? لما نيجي نعمل الالكترون. حتقول لي يا مست عندنا تو. وعندنا ايد. وده اسمه كاي. وده اسمه ال. تمام. لما نيجي نستخدم هتقول لي عبارة عن ايه? ادي عندنا اني ايه. وزع الاي دي. هنوزحها هنا. ادي وان تو. كده معايا سري وفور. كده فايف. كده سكس. كده عندنا سيفن. وكده عندنا ايد. هل في عندنا اني الكترون قاعد لوحده? مفيش. تمام? يبقى بالتالي انا بقول عليها زيرو فلانس. يعني تكفقها بيكون زيرو. صح? طيب. عندنا والارجون عندنا اي? ار اتيم. نستخدم برضو الالكترون هقول طو بلاس ايت تن بلاس ايت عندنا اتيم. طيب نستخدم برضو عندنا يبقى الاي ار ادي وان تو عندنا سري كده فور. كده فايف كده سكس كده سيفن وكده عندنا ايد. برضو بيكون مليان بي الاكترونات في الاوتر موس بتاعه. فدي زيرو تمام? بقى ده ده تكفقها بيكون زيرو. طيب عندنا الهيليم لما نيجي برضو نعملها عندنا الهيليم تو لما نيجي نعمل لها الالكترون هو بس عندنا اول واحد طبعا هنا برضو كاي وهنا ال وعندنا هنا اول واحد اللي هو كاي بيكون برضو تمام? لما ادي بحط عندنا وان وبحطته. وطبعا دي بتكون حالة استثنائية للنوبل جازس للغازات النبيلة. عاوز اقول لكم الغازات النبيلة دي غازات بتكون ستيبل يعني بتكون مستقرة. بتكون ستيبل المنس يعني عناصر بتكون مستقرة. ليه? لانها بتكون من الالكترون. بتكون مليانة بتمن الالكترونات. فبالتالي هي شبعانة كده ومليانة في نفسيها كده. فبالتالي ازا الرب بتاعتها بيحصل لها اي? يعني مش بتترابط. يعني ما بيحصلش اي بوند استرابط بينها وبين اي اتم تانية. ليه? لعشان هي بتكون متكاملة في الاوتر موز. بيكون فيها ايه من الالكترون. فهي كده شبعانة في نفسيها مش محتاجة تاخد من حد حاجة ولا هي بتدي حد حاجة. ايه هو في بتكون محتاجة اه وفي بتكون محتاجة اه طبعا في بتكون محتاجة تدخل في تفاعلات اه عندنا لكن دي لأ هي شبعانة مليانة عندنا هنا كله كده شايفين معي اهو مليانة في الاوتر موز فبالتالي هي قال لك ايه? ما بتدخلش في ترابطات تحت الظروف العادية. ليه هو في زروف عادية وفي زروف مش عادية? اه لكن احنا ملناش دعو بالزروف اللي هي مش عادية لكن تحت الظروف العادية يعني في اي كده تفاعلات في التفاعلات العادية هي ما بتدخلش عندنا ما بيحصل لهاش ترابط مع ايه 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 ايلمانت متدخلش في تفاعلات مع غيرها او في عناصر تانية. ليه? عشان بقول عليها عناصر مستقرة مليانة بالالكترونات جات لك عندنا الميتلز فاكرين الميتلز الفلزات وعندنا النن النن ميتلز اللافلزات. ايه لما انت زي ايه? تعالوا ناخد مثلا امثلة عندنا زي الان اي عندنا الفن عندنا زي الام جي مسلا تولف. تمام كفاية دول? انا عندي الان اي لما نيجي نعمل هتقول لي تو وعندنا ايت وعندنا وان ادي ايت ومعايا وان. يبقى عندنا زي الافل بيكون فيه كام من الالكترون في وان من الالكترون. عندنا كي ال ومعايا ده ام. طيب معايا عندنا تو وعندنا ايت بلاس ايت تن بلاس تو اكوالز تولف ده اللي اسمه كي وده وده عندنا ام. برضو تعالوا معي زي الالمونيوم عندنا سرتين. عندنا تو وهنا ايت وهنا معايا سري. اخر عندنا في كام هنا في ون وهنا عندنا في تو وهنا عندنا في سري. الفلزات دي هي شايفة نفسيها ان هي بتكون يعني غير مستقرة. عوزة توصلت للاستقرار. يعني ايه او يعني تكون هي ستيبول. يعني تكون مستقرة. يعني تكون من الالكترون تكون مشباعة بالالكترون Lab يعني لها يكون فيها ات من الالكترون. زي عندنا النوبل الجازز ما انا قلت لكم النوبل الجازز دي الاوتر مست ليها بيكون komplided. بيكون مليان ب ات من الالكترون. معنا طبعا عندنا الهليام ده حاجة تانية تمام فبالتالي انا بقول عليها ستيبل المنس يعني بقول ان دي عناصر مستقرة يعني ايه يعني عناصر ما بتدخلش في اي تفاعلات كيميائية خالص اما عندنا الميتلز الميتلز دي لأ بتدخل فيه تفاعلات كيميائية يا ترى ايه اللي بيخلي الاطم تدخل فيه تفاعل كيميائي بيخليها كده الاوتر موست فيها بيكون مش بيكون مكمل بايت من الالكترون فعلشان كده هي بتضطر غصبا عنها ان هي تدخل فيه فيه ترابط كيميائي او تدخل فيه تفاعل كيميائي بتدخل ليه? علشان تعمل لنفسها بالالكترون تكمل نفسها وتوصل لات من الالكترون طيب ديت الفلزات شايفين هنا معايا فيها وان من الالكترون وهنا عندنا فيها تو وهنا فيها سري طب هي عاوزة توصل للايت هتعمل ايه? هتضطر ان هي تضحي بالالكترونز اللي موجودة في في مستوى الطاقة الخارجي التاحة فعندنا الان ايه معايا وان هيقول خلاص مش عاوزه فبالتالي هيصبح بس تو ايت اغنسيوم هي كمان برضو هتضطر ان هي تلغي او تضطر ان استغنى عن الموجودين في فبرضو هتكون تو ايت والالامونيوم نفس القصة برضو هيضطر انه استغنى عن من دول فبالتالي هيبقى كل واحد منهم هيحصل له لوز هيحصل ايه? هيحصل لوز يعني ايه? يعني هتفقد هتفقد اللي موجودة في في المستوى الطاقة الخارجي لها علشان توصل للستابل توصل للستابلتي للاستقرارية يعني تكون مكتملة بالالكترون زي ما قلت تكون تكون مكتملة بتامن من الالكترونات علشان كده هو ده هو ده السلوك السلوك اللي بتعمله العناصر دي التفاعلات او اسنان اللي بتعمل تفاعل معها ومعها عنصر تاني تمام طيب خليكم فاكرين دلوقتي هي عملت ايه? عملت لوز يعني دي مسلا هتفقد ايه من الالكترون عندنا بس نفقد بس عندنا وانا. دي هيحصل لها ايه? بس هيحصل لها لوز تو من من الالكترون ودي كمان هتفقد عندنا كم? هيحصل لها لوز سري من هتفقد تات الالكترونات. طيب الالكترونات اللي هي هتعمل لها لوز. هتفقدها. هتوديها فين? تعالوا هقالكم هتوديها فين? بس تعالوا نتكلم برضو الاول على 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 هي الاكسجين. الاكسجين كم عندنا الاكسجين ايد? نعمل عندنا وعندنا سيكس. تمام. عندنا كيل. طيب عندنا زي الكلورين. الكلورين سي ال سيفنتين. يبقى معايا ومعايا ومعايا سيفن. عندنا مسلا الناتروجين سيفن. فتو وعندنا صايف. لاحظتوا ايه? لاحظنا برضو عندنا في لها بيكون فيها كم من الالكترون? هنا عندنا في سيكس. وهنا عندنا سيفن. وهنا عندنا صايف. اه برضو كمان دي عاوزة توصل للاستقرارية. يعني كون برضو فيها في من الالكترون. في حمل ايه? لا. هنا عندنا في قالت انا ايه المشكلة? يعني معايا وان من الالكترون معايا تو معايا سري. لان احنا عندنا بيكون فيها وان او تو او عندنا سيفن من الالكترون. فبالتالي الفايف والسكس والسيفن من الالكترون الموجودة في دي كتيرة جدا عن الوان والتو سري. بالتالي هي هتقول لك لا انا ايه اللي انا يخليني اني انا افقد دولت زي ما عملت الميتلز. لا انا اروح ااخد واكتسب من اللي فقدوا تي الميتلز ده واخدوا عندي انا. يبقى معايا انا. بدل ما انا يكون معايا سكس ايه المانع ان انا اتفاعل ما تمنت تاني من الميتلز ديت مع انصر من العناصر الميتلز الفلزية. وبدل ما يكون معايا سكس وعاوزة اوصل للايه ااخد عندي تو. فبالتالي هتعمل ايه? هتعمل جين. هتكتسب قد ايه من الالكترون? هتكتسب تو من الالكترون علشان توصل في النهاية تبقى معايا تو ايت. فبالتالي هي وصلت لي الاستبالاتي ولا لا? اه وصلت طبعا الاستقرارية. فبالتالي هي اصبح الاوتر موست ليها من الالكترونز. طيب الكلورين محتاجة ايه? محتاجة بس عندنا من الالكترون. الالكترون واحد بس. فبالتالي هي هتعمل جين. هتكتسب الوان الالكترون ده من اي متل من اي الامان تاني من العناصر اللي هي بتكون الفلزية دي. هتاخد بس منها الالكترون. فبالتالي هتكون تو ايت معايا ايت. تمام? اما الناتروجين محتاج قد ايه? محتاج عندنا سري من الالكترون. فبالتالي هتعمل جين. هتكتسب قد ايه سري من الالكترونز. في مستوى الطاقة الاخير. فبالتالي هتكون معايا تو و ايت. شايفين معايا? يبقى هي عملت ايه? يبقى البيهيفيور السلوك بتاع الالكترونز العناصر دي تغير. عملت ايه? الميتلز دي. طارت البيهيفيور بتاعها. سلوكها ان هي لوز. تفقد. تفقد عندنا الوان او او سري من الالكترونز. اللي بيكونوا موجودين في لها. عشان توصل ليه توزيع الالكترونز بتاعها يكون مستقر زي مين? زي النوبل الجازز. الغازات اللي هي النشطة دي. اللي احنا تكلمنا عنها. في الخلاص. طيب يبقى انا كده عرفت خلاص. ان الميتلز بتعمل لوز. وتعمل ايه? بتعمل جين. يعني بتكتسب الالكترونز الالكترونات. طيب يا طرى يا ميسة عندنا بعد ما هي الاليمنت عندنا الاتوم دي. اللي هي الان اي اي الفن. بعد ما هي عملت لوز. فقدت الوان الكترونز بتاعها. فهي بالتالي اصبحت ايه التالي. كونفرتت انتو اا بوزيتف ايون. فهي بالتالي تحولت لايون بيكون موجب. يبقى دي الاني ايه. لما عملت لوز فقدت وان من الالكترون تحولت للايون موجب. طيب والماغنسيوم نفس الشيء برضو لما عملت لوز تو من الالكترون تحولت له بوزيتف ايون. ايون موجب. وعندنا كمان الالمونيوم هي كمان برضو لما عملت ليه من الالكترونز دي فقدت تات من الالكترونيات فبالتالي اصبحت ايه? اصبحت ايون يعني اصبحت بوزيتف ايون يعني ايون موجب. يبقى انا لما شوف الاتوم بتاعتي زي الاني اي دي عندنا هي اصلا اليفن ودي الاتومك نامبر ليها. خلي بالكم الاني اي احنا قلنا اللي من تحت ده اسمه الاني اتومك نامبر. وده بيكون عندنا عدد النامبر اوف بروتون صح? وكمان هو نفسه النامبر اوف الكترون صح كده? تمام. يبقى الاتومك نامبر ده اللي مكتوب من تحت ده عندنا النامبر اوف بروتون وهو برضو كنا بنقول النامبر اوف الكترون. طب انت لو فجأة كده لقيت الاني ايه الاتومك نامبر بتاعتها اليفن وفجأة لقيت عندنا اصبحت تن. هتعمل ايه? يبقى في الحالة دي هي ما بيقيتش سوديوم اتوم. ما اللي بيقيت اياميس بيقيت عندنا صوديوم ايون. بيقى عندنا ايون الصوديوم. خلاص عندنا طرامة الالكترونز اللي فيه حصل لها دي كريز يعني قلت بدل ما كانت الالكترونز فيه الاوتر موست عندنا ون. لا لقينا اخر حاجة معايا ايت. فبالتالي دي اصبحت بدل ما هي ااا صوديوم اتوم. لا عندنا اصبحت صوديوم ايون. يعني ايون الصوديوم. ليه? لانها عملت لوز ون الالكترون. فقدت ون في الاوتر موست لها. في المستوى الطاقة الخارجي لها. لما لقاها ان هي اا اكتسبت تو من الالكترونز او عندنا من الالكترونز او عندنا ون من الالكترونز. فبالتالي اعرف على طول ايون. ده بيكون ايه? ايون? يعني بيكون ايون بيكون سالب. يعني عندي لما تميل لي فبالتالي بتتحول لي ايه? ايون. لما هي بتميل لي تكتسب او 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 اكتر من كده من الالكترون. فهي بتكتسب عندنا من الالكترونز. فبالتالي بتكون عشان لما شوف عندنا الكولورين مسلا الالكتروني بتاعه فاعرف ان ده مش مش عندنا زرط الكولورين. لأ ده عندنا اسمه ايه? ايه? ايون. طالما او اصبح عندنا بتاعه عمل ايه? ان هو يعني من الالكترونز. من الالكترونز. فبالتالي دي اصبحت ايون. ايون بيكون نيجاتف. تمام? تعالوا هنا نرجع للكتاب بتاعنا. انا عندي هنا جايب تمام? الفلزات وعندنا اللا فلزات. قلنا دي عندنا زرة الفلزة دي قلنا ايه? بتميل الى ايه? فقد قد ايه? من بتفقد عندنا التكافؤ بتاعها اللي هو قلنا بيكون فيه موجود في لها. ما ده اللي هو بيكون موجود فين? في الاوتر موز. مش احنا عندنا اخدنا اني فيه لويس. لويس. وقلنا ان الاوتر موز لما بيكون فيه وان من الالكترون بيكون قاعد لوحده. فده اسمه مونو فيلنس. ولما يكونوا اتنين بيسمها داي فيلنس. ولما يكونوا تلاتة من الالكترون في ده اسمه اه تراين فيلنس. فاكرين? فهي بالتالي في الاخر حاجة دي في ده بتعمله ايه? بتعمله بتفقد دي. ليه هي بتعمل كده? عشان عشان توصل لتوزيع الكتروني مستقر للغازات النبيلة لأقرب بيكون قابليها. يكون مين قابليها? يعني. انا عندي الان اي استوديوم دي. شايفينها? معايا اهي. مين قبلها? قبلها ان اي ايفن? هتلاه قبلها اللي هي الان اي تن. والان اي تن دي عندنا ده نوبل جازز. معنا عندنا كل الجزئية دي دي النوبل جازز. الغازات النبيلة اللي بتكون بتكون مكتملة بالالكترون في الاوتر موز التاحة. صح? فعندنا هنا الفريزات دي بتحاول ان هي توصل لكلوزيست اتوميك نامبر ذات بريسيد توصل لأقرب عدد الزر يكون قبلها موجود في عاوزة توصل للاستقرارية توصل يكون عندنا زيها زي النوبل جازز دي. وخلي بالكم النوبل جازز دي انا قلت انها بتدخلش في تفاعلات. فعندنا الميتلز والنان متلز دي بتدخل في تفاعلات. وليه بتدخل في تفاعلات عشان عندنا بتاعتها مش مكتمل فهي عاوزة توصل للاستقرارية فبالتالي هي بتعمل ايه? فهي بتدخل في التفاعلات الكيميائية. تمام? فهمتوا الجزئية دي? طب انا عندي بيقول نيتشلال صوديوم اتوم. ابيقول لك ان ازارة الصوديوم دي بتكون نيتشلال. يعني ايه نيتشلال? قلنا يعني متعادلة الشحنة الكهربائية. يعني فيها نامبر اوف بروتون بيكون اكولز نامبر اوف الكترون. مش احنا اخدنا كده? قلنا عندنا ليه انا بقول على الاتوم ان هي بتكون لو تفتكروا في الدرس الاول. عشان قلت لكم ان نامبر اوف بروتون اكولز النامبر اوف الكترونز. صح كده? عشان كده هي بقول عليها نيتشلال. يعني بتكون متعادلة. طبعا عندي الان اي اي الفن. ولما جينا عملنا له انا تو ايت عندنا ون. صح? الاوتر مستي فيها فيها ون. هيا لما تدخل التفاعل الكيميائي. الون ده بتعمله يعني بتفقده. ولما تفقده فبالتالي هي وصلت للعنصر اللي بيكون قبلها في اللي هو عندنا مين? اللي هو النيون. شايفين معايا نيون تن. تمام? طيب وين اميتل اتم لوز ايتس فيلنس? لما الميتل دي قلنا ايه? بتفقد عندنا التكفاءات بتاعتها. هتتحول ليه? ليه? بوزتف ايون. او بقول عليه كاتين. كاتين. البوزتف ايون اسمه كاتين. لما تفقد الوان الكترون ده قلت لكم تحولت ليه? تحولت ليه بوزتف ايون. يعني بيقيت بدل ما هي تو ايت ون? لا هي بيت عندنا تو ايت. فبدل ما هي اسمها سوديوم اتم اصبحت اسمها سوديوم ايون. اصباحة اسمها ايه? سوديوم ايون. لانها بتكون كارينج انامبر اوف بوزتف بتكون محملة بعدد من الشحنات اللي بتكون مجابة. بيكون مساوي الالكترونات اللي بتكون مفقودة. العدد الالكترونات ايه? اللي بتكون مفقودة. طيب جايب لك هنا تعريف البوزتف ايون. ايتس اا متل اتم. يبقى عندنا كل الميتلز. كل الميتلز. الفرزات بتكون ايه? ايه? او بقول كاتيون. تمام? يبقى هي عندنا ايه? هي متل اتم. ذات هاز لست وان او مور هي في الزات بتفقد وان او عندنا اكتر من الالكتران. زي ما قلنا في السوديوم قلنا عندنا لوز وان من الالكتران. قلنا الالمونيوم بيحصل لوز سري من الالكترانز. قلنا المغنيسيوم بيفقد عندنا تو من الالكترانز. فكل ده اسمه ايه? اسمه بوزتف ايون. يعني ايون موجب. وده طبعا خاص دي الفلزات. طب تعالوا نتكلم عن اللافل الزات. اللافل الزات دي بتعمل ايه? جين. بتكتسب. انا قلت لكم. معها كتير في الاوتر موست. معها عندنا او سكس او عندنا من الالكترانز. فبالتالي لا هي ليه تفقدهم وتضيحهم. هي بالتالي بتعمل جين. بتكتسب واحد او اكتر من الالكترنات. طبقا لتك فوقها. طبقا يعني الالكترانز اللي بتكون موجودة في الاوتر موست. ليه بتعمل كده? عشان توصل الالكترنات او التوزيع الالكتروني للمستقر. طب اي نوبل الجازز. قال لك ذات فولو. اللي بتكون بعديها. اللي بتكون مين? بعديها. انا عندي الكولورين. اهو ادي الكولورين. وطبعا ده بيكون عاوزة توصل لاقرب عندنا اتوميك نامبر. طيب مين? هتروح ليه الفولو. ذات فولو ذم. اللي بيتبحها. زي مين عندنا? زي الارجون. ما هي عاوزة توصل لحد من النوبل الجازز. لكن اللي بعديها. كانت اللي قابليها في اما عندنا دي عايزة توصل ليه اللي بيكون اللي بعديها. فبعد الكولورين مين? عندنا الارجون. الكولورين سيفنتين. الارجون اتين. فبالتالي هي عملت ايه? شايفين? ادي عندنا النيتشرون. كولورين اتم. زرت الكولورين اللي بقول عليها متعادلة الشحنة. لاني قلنا عندنا نامبر اوف بروتون اكوال نامبر اوف الكترون. زي ما اخدنا في اول درس. فادي الكولورين هتعمل جين. هتكتسب قد ايه من الالكترون? ما هي عندنا الكولورين تو ايت عندنا سيفن. محتاجة كام? محتاجة بس وان من الالكترون. فهي لما تكتسب واحد من الالكترون. فبقيت عندنا ايه? عشان توصل لمن? للارجون. توصل للارجون. والارجون احنا قلنا عليه. ده غاز بيكون مستقل. قال لك لما بتكتسب الالكترون بيحصل ايه? بتتحول لايون سالب. وبيكون. والايون السالب ده بيحصلات سالبة. مساوي العدد للشحنات اللي بتكون جين. يعني الشحنات اللي بتكون مقتسبة. طيب هنا معرفة ايون او او بقول عليه يبقى عندنا اسمه يعني ايه? عندنا معناها الايون اللي بيكون سالب. وده بيكون بيكتسب الالكترون او اكتر من الالكترونز. تمام? تمام. تعالوا نطبق الكلام اللي احنا شرحنا دلوقتي على الجزئية دي. فانا عندي هنا جايب صوديوم مثل. عندي فليز الصوديوم. ادي معي اي? عندنا تعالوا نفصل للاول كل حاجة فيها. عندنا اللي من تحت ده قلنا اسمه ايه? قلنا اسمه الاتوميك نامبر. تمام? خليكم فاكرين ده اسمه اتوميك نامبر. تمام? وبرضو كنا بنقول ده اسمه ايه? او ده عندنا ايه? ده نامبر اوف بروتون. ده عدد بروتونات. صح? وقلنا كمان ده بيكون نامبر اوف الكترونز. صح? تمام. يبقى عندنا الان ايه? اللي هي الاليفن دي اللي من تحت. ده بقول اتوميك نامبر لما يقولي عاوز اتوميك هقوله اتوميك نامبر هقوله اوليفن عاوز اتوميك نامبر اوليفن هقوله برضو اوليفن. اما اللي فوق دي دي اسمها اس نامبر او او نامبر. فاكرينها? تمام? دي حرف الام. طيب وبرضو ده بيكون عبارة عن ايه? عبارة عن البروتون بلاس النترون. ميه? البروتون بلاس النترون بيديني الماس نمبر. صح كده? تمام. عندنا فيها اليفن صح? لما ناجي نعمل الالكترون بنعمل ايه? اول عندنا ادي اهو شايفينه معايا ده. حطي فيه من الالكترون هي عندنا وبعدين ايت وبعدين عندنا وان. فاول فيه اللي بعده فيه ايت واخر واحد فيه عندنا وان. قلتلك ان لما بيحصل تفاعل كيميائي هي بتتدايق لان هي الفلزات بيكون في عندها من الالكترون فهي بتكون مش عايزة معاها. هي بتكون عاوزة توصل للاكترون عاوزة توصل لمستوى الالكتروني بيكون مستقر. فبالتالي كل اللي بتعمله قلنا بتعمل يعني بتفقد الموجودين عندها في ده. فبتتحول عندنا ايتس كونفيرت ستو ايتس كونفيرت ستو هتتحول ليه قلنا تتحول لايون ويكون طبعا بوزيتيف ايون لايون موجب لانها بتعمل لوز لانها لوز وان الكترون بتفقد وان الكترون تعالوا معايا اهو نرسمها. اول حاجة معايا دي وفيها بروتونز وفيها النترونز. هكام بروتون عندنا فيها وفيها كام من النترون عشان اجيب النترون فالنترون بجيبه عن طريق ان انا بعمل اه الماس نمبر ماينس اللي هو الاتوميك نمبر بيديني النترون. صح? تمام? يبقى عندنا توني سري ماينس فانا عندي فيها من البروتون وطولف من النترون. طيب نرسم كده عندنا اللي هو كاي وانا فيه كام عندنا بس كام من الالكترون فيه من الالكترونز. طيب التاني هيكون فيه كام عندنا فيه ايد. ادي وان تو كده سري فور فايف سيكس كده سيفن وعندنا كده ايد. طيب اللي اللي بعده اللي بعده. فيه كام من الالكترون? ادي عندنا يبقى عندنا الاخر واحد هيكون فيه هتعمل ايه? هتعمل من الالكترون. هتفقد بس الالكترون واحد. تمام? فبالتالي لما تفقد الالكترون هتتحول الى ايه? ما هي اصبحت بدل ما بدل ما هتبقى بس فبالتالي لما ناجي نرسم اللي هو الايون. بنعمل بالشكل دا قوس كبير زي ما شايفين معايا كده. ونبدأ نرسم التحويل لها وشكلها وهي ايون. فبالتالي عندنا ادي كده عندنا ادي كده وهنا عندنا نرسم كده الاولاني هيكون فيه من الالكترون والتاني هيكون فيه هيكون فيه ايت كده فور فايف سيكس عندنا سيفن ايد. فيه كام من الالكترون عندنا فيه ايت من الالكترون. نرسم واحد تاني? لا نرسم تاني ليه? ما هو الاخير ده كان فيه وهي حصل هي من الالكترون فقدت الالكترون واحد بس فبالتالي عندنا لما تفقد الالكترون فبالتالي انا بكتب عندنا وبكتب معناها دي ان هي فقدت طب لو عندنا مسلا تانية وحصل لها من الالكترون فبالتالي انا باجي هنا واكتب من الالكترون واعمل علامة اللي هي بالشكل ده. طيب لو الاتوم دي فقدت سري فبالتالي انا برضو بكتب هنا عندنا وبحط عندنا تمام? لكن انا عندي هنا بشتغل على الان اي الصوديوم وهي بس من الالكترون فانا ممكن اكتب بس بالشكل ده وكتبشي الوان دي. تمام? بكتب بس لما يكون عندنا او سري. فالوان دي خلاص ما بكتبهاش انا بس بحط العلامة بتاعك بالشكل ده. تمام? هنا خلاص عرفنا دي شكلها ايه او ده اسمه ايه? ده عندنا ايون. ده ايه? ده بوزتف ايون. ايون بيكون موجب. طيب هنا بيقول لك ان دي زارة الصوديوم المتعدلة. لاني عندنا عدد البروتون عدد الالكترونات. تمام? عشان كده هي بتكون ايه? عشان كده هي بتكون الاتوم بتكون فانا قال لك فيها اه حداشرة شحنة موجبة اللي هو يعني. وفيها عشان قلت لكم اني عندنا 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 فبالتالي ده بيقول لك وده بيكون طيب عندنا ايه فبيقول لك الشحنة الكلية لها قد ايه? عندنا زيرو. لانها بتكون احنا بتكون متعدلة. فبالتالي عندنا بتكون زيرو. تمام? ما فيش فرق ما بينهم هما الاتنين. فبالتالي بتكون يعني زيرو تشارج. اما عندنا حصل لها فاصبحت اصبحت ايون السوديوم الموجب. طب ايون السوديوم شايفين معي العلامة بتاعته ازاي? اهو عليه علامة البلاست. ان اي بلاست بالشكل ده معناها 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 ايون السوديوم الموجب. وده في ايه? في عندنا حداشر شحنة بتكون مجابة. ليا مست عندنا في من الالكترون علشان هي حصل ما هي فقدت هي عملت ايه? هي فقدت من الالكترون. مش هي فقدت من الالكترون. فبيقى عندها ايه? فيه بيقى عندها التن بس. الاولاني في والتاني عندنا في ايد فتو بلاس ايد ايكوز تن. فعندها كم من الالكترونز? عندها تن من الالكترونز. يبقى عندي التوتالي شارج قد ايه? هقول له بوزيتف ون. بوزيتف ون. ليه? لانها اصبحت ايون. طالما عندنا اتغير الالكترونز حصل لها لوس. فقدت. فبالتالي خلاص عندنا اصباح ايون. فبالتالي التوتالي شارج هقول نيجاتف ون. لانها فقدت بس ون الالكترون. طيب بعد كده معايا الكولورين نون ميتل. الكولورين نون ميتل سي او سيفنتين سيرتي فايف. نفس الشيء برضو. هنبدأ نعمل للالكترونز. اول حاجة عندنا سيفنتين دي تو ايد بعدين سيفن. يبقى اول واحد معايا ادي فيه وان تو. التاني وان تو سري فور فايف سكس سيفن ايت. التات هتلاقو فيه وان سري فور فايف سكس سيفن. عنده سيفن. عنده سيفن من الالكترونز موجودين في بتاعته. طيب دلوقتي هو متضايق. عاوز يوصل دلوقتي ريتش ازاي ستيبل الالكترون كونفجرشن. هيعمل ايه? عاوز كل اللي هيعملو جين وان الكترون. هيكتسب بس وان الكترون. لما ياخد وان الكترون يبقى كونفلت اس انت. وهيتحول لي ايه? ليه نيجاتف ايون. هيتحول ليه نيجاتف ايون. فبالتالي هياخد ايون. فبالتالي بدل ما هو عنده تو ايت سيفن. لا هو هيبقى عنده تو ايت ايت. تعالوا معايا ادي اول واحد عندنا فيه تو. التاني وان تو. عندنا سري فور فايف سكس سيفن ايت. التالت وان تو سري فور فايف سيك سيفن ايت. يبقى عنده بدل ما هو كان اصبحها تالي بعمل عندنا العلامة دي او القوز ده. وحط علامة من فوق. معناها ايون. ده اصبح ايه? ايون. وخلي باركم دلوقتي حناخد كده مقارنة مباني اتم ومباني الايون. يبقى دي كده معايا اتم معايا ايه? ايون. دي ايه? دي ايون. تمام? طيب تعالوا نقرأ اه ما هي عندنا دي الخاصة بيه الخاصة بيه مش انا قلت لكم اللي من تحت ده اهو انا قلتها لكم هنا عندنا في الان اي اي? قلت لكم اللي من تحت ده اللي هو وهو 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 فالسيفنتين دي دي عندنا وهي كمان عندنا تمام? طبعا احنا عارفين ان البروتون بيكون اصلا بوزيتف. والالكترون بيكون عندنا نيجاتف. فبالتالي عندنا اللي احنا بنقول ان الاتوم بتكون يعني متعادلة. يعني اللي الشارج فيها الشحنة بتكون زيرو. تمام? اما هنا عندنا فيه لما اصبحت ايون شايفين كولوريد حط علامة النيجاتف من فوق معناها ايجاتف كولوريد الايون. طيب فيه كان عندنا فيه سيفنتين. طيب ما خلاص. هو دلوقتي جين. هو وقتها سب فبالتالي عندنا الالكترون بتاعته هتكون ايه? هتزيد هتبقى بدل ما هي سيفنتين? هتبقى اتين. طيب والتوتل شارج شحن يعني الشحنان بتاعته مش هو عندنا جين فتشارج بتاعته اللي هي بس كده. قالك هنا لما بنحول الاتم. ليه ايون? عارفيني النيكلنس مين هي? اللي هي الماس نمبر. مين هي النيكلس? النيكلس عندنا قلنا الماس نمبر هو النيكلنس. لما حول الاتم دي. الاتم دي. لما انا احولها الايون. ايه اللي بيحصل النيكلنس او للماس نمبر? ولا حاجة. مش هيحصل له اي حاجة مش هيتغير. هيحصل بس في تغيير التونات. انا مالي ومال عدد ولا مالي ومال النيكلنس. النيكلنس دي من فوق. انا كل شغلي على على الاتومك نمبر. ان الاتومك نمبر هو البروتون هو عندنا الالكترون. صح? طب انا مالي ومالي ولا مالي ومالي النيكلنس. فبالتالي لما بيحصل عندنا الاتم دي بتتحول الايون. انا ماليش علاقة بالنيكلنس. النيكلنس بتكون زي ما هي. فهي عندنا هنا في زي ما هي خبش هتتغير. عندنا عندنا ماليش علاقة بيها خالص. زي ما هي قال لك. بتفضل سابتة بدون اي تغيير. تعالوا معايا هنا جايب ايه مقارنة. اذا اقول لكم مهمة جدا 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 نركزوا فيها معايا. ومعايا هنا الايون. الاتوم قلنا يعني متعادلة كهربائية. لاني عندي يقول لك اهو. عشان كده هي بتكون ايه? بتكون يعني متعادلة الشحنة الكهربائية. لاني number of electron equals number of brighton. ده بالنسبة للااتوم. ايه الايون. الايون بيكون اما عندنا positively او بيكون negatively charged. بيكون شحناته مجابة او بتكون سالبة. لاني عندنا number of electron doesn't equal the number of بروتون لاني عدد البروتونات مش بتكون مساوية لعدد الالكترونات لاني عندنا الايون بيحصل فيه اما عندنا جين او عندنا بيحصل فيه لوز يا اما بيفقد يا اما بيكتسب عندنا وان او مور عندنا من الالكترونات لاني number of الالكترونات غير البروتونات لاني عندنا الجين واللوز. كلنا على الالكترونات. هي الالكترونات هي اللي بتحددلي البوزيتيفلي او النيجتيفلي تشارجت. طيب عندنا في الاتوم. قالك الاوتر موزت ليها. بتكون غير مشبعة بالالكترونات معادة. قالك المستوى الخارجي بيكون غير مشبع للالكترونات. معادة مين? معادة النوبل جازز. ما احنا عارفينها شبعانا كده. ومن حد النوبل جازز دي كل العناصر بتكون اما عندنا جيني اما عندنا لوز. بتكون فيها بيكون بتكون غير مشبعة بالالكترونات. لكن النوبل جازز طبعا احنا عارفينها ايه? مليانة شبعانا. عندنا الايون بتاعتو بتكون بتكون مشبعة. ما احنا عارفينها خلاص هي راح اخدت من من العنصر التاني. فبيقت هي شبعانا هي كمان فبيقت مش محتاجة. وده بتم عن طريق اما اما عندنا الفقد او الاكتسابة. تكلم عن و برضو دي موقرنا. كل الكلام اللي هقوله دلوقتي. يعني كلام اعتبر اه تكرارة لكلام اللي انا شرحته. او اسمه وده بيكون طبعا نيجتف. تعالوا تكلم اول حاجة عن آآ ده طبعا احنا عارفينه خلاص دي بتكون آآ زرة عنصر بيكون في لزي. بتفقد او بتكتسب بيحصل لها يعني بتفقد من الالكترون بتفقد الالكترون او اكتر. اما عندنا ده بيكون وبيكون عندنا بيكتسب الالكترون او اكتر. آآ هنا عندنا عدد الالكترونات بيكون اقل من عدد البروتونات. اهنا عندنا بيكون جدا زال عدد الالكترونات بيكون اكبر من عدد البروتونات. ده ده بيكون فيه شحنات بتكون ايه? بيكون مساوي لعدد الالكترونات المفقودة. اهنا عندنا ده بيحمل شحنات بتكون سالبة مساوي لعدد الشحنات اللي بتكون يعني مكتسبة. ده احنا هنا قلنا طبعا بيكون فيه شحنات بتكون وده بيكون عندنا فيه شحنات بتكون وطبعا دي بتكون لالالكترونت المفقودة ودي بتكون اللي بتكون عندنا مكتسبة. عدد مستويات الطاقة في ده بتكون اقل من بتكون عدد مستويات الطاقة بتكون اقل من الزرة نفسيها. ما احنا عندنا قلنا? لو هي عندنا الاتوم مسلا عندنا تو وعندنا ايت وبعد كده فهي لما تتحول الايون هيحصل لها ايه? هتكون يعني هتكون تو بعدين ايت بس. فكم لفل عندنا دول كانوا بسرين. وبيقوا عندنا تو. فبيكون عدد هنا عندنا بتكون طبعا اقل في ايون. تمام? زي ما شايفين. هنا عندنا لأ عندنا دي بتكون كام? اصلا بتكون مسلا تو. وبعدين مسلا عندنا ايت. مسلا زي كلورين تو ايت سيفن. تمام? فانا عندي تو وادي ايت وادي سيفن. فهي عندنا عوزة. فبتكمل فبطبقى تو و ايت وعندنا س ايت. ادي تو وايت وادي ايت. فبالتالي هنا عندنا سري ليفل واينا عندنا سري ليفل. فبالتالي في ايون بيكون برضو كلها زي بعضيها. زي الاتوم بالزبط. طيب ايتس اليكترين التوزيع الالكتروني. توزيع الالكتروني بتاعها بيكون مشابه التوزيع الالكتروني لاقرب غاز خامل بيكون قبله في الجدول الدوري. هيكون عندنا كام? هيكون مثلا عندنا الصوديون. عندنا الصوديون واحنا قلنا ايه? عندنا لما بتحول ليه ايون بيبقى عندنا ايه? بقى توقيت. فهو اصبح زي مين? زي اللي قبله في الجدول الدوري اللي هو النيون. ما النيون عندنا ايه? فاصبح زي مين مشابه للي قبله في الجدول الدوري. اللي هو مسلا عندنا النيون. ايه? عندنا تن صورة تن. تمام? اما عندنا ايون ده بيكون في ده التوزيع الالكتروني بيكون مشابه للتوزيع الالكتروني للي بيكون بعده. فعندنا زي الكلورين. عندنا بعد ما اصبح عندنا بعد ما بيقي فبالتالي هو اخد فهو عندنا لما اكتسب اصبح زي عندنا التين فهو بيقي مشابه للغاز الخامل اللي هو بعده. ما هي الكلورين الاول في الجدول وبعدين زي ما قلت لكم الارجن اللي هو التين. طيب تعالوا معي هنا. عايز هنا تعاوز نوع العنصر. فعندنا نوع العنصر ده ايه? ده عبارة عندنا يبقى اخر حاجة يبقى ده ده في لزي. تمام? عدد البروتونات كام? اللي هو عندنا ده. البروتونات اللي هو طوالف. طيب عدد الالكترونات اللي موجودة في الايون بتاعته. شايفين? هو عاوز في الايون. بعد ما هو فقد الايون. عاوز قد قد ايه تو? يبقى عندنا تين. طيب طيب نوع ايه? الايون ده? طبعا من ببتايدة اسمه نوع الشحنة ايه? فعندنا ده امي جي. وطبعا احنا عندنا حصل دو من الالكترون. فبالتالي حكتب هنا عندنا بلاست كده وطور. لانه فقد اتنين من الالكترونات. طيب عندنا الاكسجين طبعا ده نان ميتل. تمام? اهو عندنا ايت? ونمبر اف الكترون زين ايتس ايون عدد الالكترونات بعد مدخل الايون او تحول الايون قد ايه? طب احنا عندنا كام ده اصلا ده عندنا وبعدين يعني هو عاوز قد ايه عشان يوصل للايت عاوز تو. هكتسب تو فبالتالي هيبقى عندنا ايه? هقول عاوز كام عشان يوصل للايت عاوز تو. صح كده? تو من الالكترونز. فبالتالي مع دي هيدينا ايه? طيب نوحها ايه الايون ده نوع ايه? ده عندنا نيجيتف. تمام? طيب الشحنة ايه? طبعا هو عمل اه هو جين هيكتسب تو من الالكترون عشان يوصل للايت. فبالتالي هقول له او هيكسب هو جين تو من الالكترونز. بحط او نيجيتف وعندنا تو. عشان هو جين تو من الالكترونز. هكتسب الالكتروني. بعد كده معايا نتكلم عن كيميكال بوندز. يعني على الترابط الكيميائي. احنا قلنا ان الزرات اللي احنا اخدناها دي كلها بيحصل لها ترابط مع بعضيها بشكل كيميائي. بيكون لنا جزيئات. او عندنا جزيئات لمركبات. زي ما اخدنا الحلقة السابقة في الدرس التالت. خلنا جزيئات العناصر زي الاكسجين. زي الهايدروجين. ده اسمه وده اسمه صح? وخلنا جزيئات المركبات. زي لما اقول لك عندنا ده عندنا وده عندنا مع المنت. بيديني يعني جزيئ مركب. طيب. زي اتومز ار بوندد. قال لك بطولة مختلفة الاتوم دي بيحصل لها بوندد. يعني بتترابط مع بعضيها. لما يحصل عندنا الاتومز دي. ادي عندنا مش دي اتم. ومش عندنا دي اتم. حصل لهم ايه? حصل لهم بوندد مع بعض. طيب هما بيحصل لهم بوندد. عشان ليه هما بتربطوا مع بعضيهم? ليه الان اي تروح عندي سي ال ويعملوا اتحاد مع بعض. بتربطوا مع بعضيهم. عشان يكون لنا مركب لجزيئ. لاني انا قلتلك ان الان اي دي بيكون الانيرجي ليفل ليها او عندنا الاوتر موست ليها. الاوتر موست ليها بيكون في من الالكترون. فهي بتكون ميت دي اوزع لنا مش عاوزة يكون عندها اخر حاجة فيها واند. لأ هي عاوزة يكون عندها ايه? بتعمل ايه? قلتلك بتعمل لوز وان من الالكترون. تالي هي بتدخل تفاعل كيميائي او بتدخل تفاعل كيميائي او بتدخل وبترتبط بي اه اتوم تانية بزرة تانية بحيث ان هي الالكترون اللي موجودة عندها في الاخر ده وهي مش عاوزة حتيدي للاتوم التانية الزرة التانية اللي احترك معها. فمسلا دخلت مع الكولورين اللي هو السي ال فالكولورين هو كمان محتاج. الكولورين عنده اخر حاجة سيفن. فهو محتاج يقول لها ايه? خلاص يا يا سوديوم انتي عندك وان انتي معاك وان مش عايزة وانا محتاجة وان فمن فضلك هاتي اللي معاك ده اديهوني انا وانا كمل الاوتر موست بتاعي ويبقى معايا ايت. وانتي كده برضو الاوتر موست بتاعي بي ايت. فعشان كده هما اللي اتنين فيه بوند. الترابط ما بين اللي اتنين دول. الترابط ما بين عندنا الان اي اللي هو الميتل والكولوريد اللي هو كولوريد الصوديوم الان اي اللي هو عندنا ده بيكون ميتل فلزي وعندنا ده السي ال اللي هو نان ميتل. الترابط ما بينهم هما اللي اتنين هيؤدي الى ايه? هيؤدي الاختلاف فيه الخواص الكيميائية والفيزيائية للمواد النسجة من العنصرين دول. عندنا هنا بين انواع الترابط الكيميائي عندنا الايونيك الايونيك بوندنج الترابط الايوني والترابط التساهمي. النهاردة في الحلقة دي هنتكلم بس عن الايونك بوندنج والحلقة القادمة ان شاء الله هنشرح فيها الجزئية دي. تمام? تعالوا نبدأ به اول حاجة الايونك بوندنج الترابط الايوني. انا عندي ايونك بوندنج الترابط الايوني. الترابط الايوني ده بيحصل نتيجة بيحصل بيقول لك نتيجة تجاذب كهربائي التجاذب الكهربائي يحصن بين ازم bitcoin og 100. لدينا ما بين و والїgon بالإنجتي VERO. وهو الشباب щоذاش�� підいたićерг. وهو الشباب الاسمه i9. وهو الايون اللي بيكون سالم. الكاتين اللي قلنا عليه متل اتم founder. اللي بيكون فيه او ظلacak عنصر فريزي. او النايون وهو بيكون ا уш了 عملةرت عنصر ل Italy ما يبقى معي تمامي ببقى معايا البوزيتف ومعايا العنصر اللي بيكون الفليزي واللافليزي يحصل ما بينهم تجازب كهربائي ما بينهم حيدينا حاجة اسمها ايه اسمها يعني حيدينا مركب الجزاء الايوني مركب الجزاء الايوني اخدنا قبل كده الحلقة السابقة فاكريم وتفتكروا معايا اخدنا الاكسجين ومعايا الاكسجين فلما اقول او فبالتالي انا بيكون معايا عنصرين للاكسجين الكل بيدينا جزاء اما لما يكون معايا عنصرين مختلفين زي عندي مثلا الان اي والان اي ده قلنا عليه ميتل فليزي ومعايا الكولوريد وقلنا ده بيكون نان ميتل وبيكون وعندنا ده فهم الاتنين يحصل ما بينهم تجازب كهربائي ما بينهم فحيدينا في النهاية والان اي سي ال ده اسمه يعني جزاء المركب الايوني يبقى عندي مرة تانية الامي جي وعندنا الاكسجين الاكسجين ده ايه الامي جي ده عندنا تو ايت عندنا تو يبقى ده ايه ده بيكون متل عرفتي من فان يا ميس عرفت عشان عندنا اخر حاجة في فيه تو من الالكترون وطالما تو من الالكترون في هيعمل لوس. هيفقد. لما هيكون ايون موجب. تمام. اما عندنا الاكسجين. الاكسجين ده عندنا سكس. طب عاوز ايه? ده عاوز من الالكترون. عاوز الالكترون علشان يعمل يكمل بتاعته ويوصل لات. طيب. يبقى هيعمل ايه? هيعمل ايه? من الالكترون. هيكتسب الالكترونين. طيب. الراجل ده عندنا اللي اسمه الماغنيسيوم. هيعمل لوس. هيفقد. هيفقد اتنين. وده هيعمل ايه? هيعمل جين. هيكتسبته من الالكترون. يبقى لما اجي يحصل الالكتروستاتيك اتركشن بتوين الميتل اللي هو الامي جي. والنون ميتل اللي هو الاكسجين. هما الاتنين هيكونون ايه? هيكون لي امي جي او. والامي جي دي او دي ان ايونيك كومباوند مالكول. ده جزء مركب ايوني. اسمه امي جي او اكسيد الماغرسيوم. انا كده النهاردة عرفت يعني ايه الايونيك بوندنج. ده تعريف مهم جدا جدا. اهو معي التعريب بيقول بتاعها هي عبارة عن الكتروستيك اتركشن. تجازب كهرابي. بين عندنا ايون بيكون موجب. ايون. وكمان عندنا ايون بيكون سالب. بيكون لنا جزء مركب ايوني. زي ما قلتلك الان اي مع السي ال. ده انا ان اي سي ال. وده بقول عليه ايونيك كومباوند مالكول. يعني جزء مركب ايوني. تعريف طبعا مهم جدا جدا. ازاي بيحصل الترابط الايوني? بيحصل الترابط الايوني زي ما قلتلكم الان اي مع السي ال. الان اي ده كان متل. والسي ال كان نان متل. حصل ما بينهم تفاعل. فبالتالي ده عندنا اتكون ايونيك ترابط بيكون ايوني. فهنا قل لك لما في الزات. بتتفاعل مع الا في الزات. فجاب لك هنا عندنا كده اي رمزة عندنا. نجيب لك مسلا ام. قال لك ان ام ده نفترض ان هو زارة عنصر يعني. حصل ان هي فقدت الكترون التكافؤ بتاعها. فقدت الكترون التكافؤ وهنا بتكلم بقاعدة عامة. ام ده مش عنصر معين. لأ عندنا هو بتكلم بقاعدة عامة. ايا كان سي يعني اسمه ام ده. فبالتالي ده ميت الاتوم. حصل ان هو لوزز اس فيلينس الالكترون. فقد يعني الالكترون التكافؤ اللي هو بيكون في الاوتر موس سواء عندنا كان وان او تو او سري من الالكترون. فبتكون من اتكون ايه? اتكون بوزيتيف ايون او الكاتين يعني. فده لك عنصر بيكون ايوني موجب. تمام? طيب عند الاقتراب بينهم هما الاتنين حصل ايه? لما بيحصل عندنا ترابط. هيحصل ايه? الان ميت الاتوم. ازارة العنصر لها في لزي دي. جين الالكترون. هتتتسب الالكترون. فورمين. هتكون ايون. هتكون مين? ايون اللي هو الايون السالب. وده عندنا الكلام اللي انا كنت بشرحه في الفيديو. قالك هنا التجازب الكهرابي اكر بيحصل تجازب الكهرابي بيحصل مبين زي ما قلت التي هو النيجتيف ايون والتي يعني الدوالم هنا عندنا دوت اللي هو النيجتيف والكاتين ده اللي عندنا الصوري اللي هو البييحصل ما بينهم هما الاتنين يعني تجازب. لي distinguish them. وده بسبب they are different وده بيكون بسبب الفرق في الشحنات الكهربائية. بيكون لنا مركب جزء الايوني. زي ما قلت عندنا واحد ميتر والتاني نون ميتر فبالتالي في عندنا في ديفرنس في بالتالي حيكون لنا اللي هو جزء المركب الايوني. عندنا اما ايون ومعي ايون. طب سؤال مهم هنا بيقول لك. بيقول ليه عندنا المركب الايوني بيكون الشحنة بتاعته بتكون يعني بتكون متعدلة. ليه? لاني انا قلت عشان انا قلت ان الشحنات اللي بتكون موجبة بتكون مساوية للشحنات اللي بتكون سالبة. تمام? تمام. طيب تعالوا معي هنا بيقول ليه لنا كده اجزامبل عشان نطبق عليه. جايب هنا جزء الايوني في مين في مركب اللي هو كولوريد استوديوم. سلم عن التركيب الايوني لجزء كولوريد استوديوم. انا عندي السوديوم كلوريد اللي هو عندنا طيب جيت من فين العشان انا معي الايوني اي الاتم دي زارة سوديوم احنا قلنا عندنا الهن هتعمل ايه السوديوم هي دلوقتي عندنا كامى. عندنا صح? تمام? فبالتالي هي موجود اخر حاجة فيها فهي زي ما قلت زعلانة علشان هي عاوزة توصل بتاعها يكون في ايد طب هي عندها وان هتعمل ايه قلتلك هتعمل التكافؤ الالكتروني اللي هو الموجود معايا اللي هو ده طيب لما هي تفقده قلتلك هتتحول ايد كونفيرتس انتو اه بوزيتف صوديوم ايون هتحول ايون الصوديوم الموجود اللي هو عندنا بالشكل ده تمام بالشكل ده طيب دلوقتي هي هتضطر ان هي تدخل في تفاعل كيميائي طيب هتعمل ايه هتشوف عندنا ايه لما انت تاني عنصر تاني تدخل معاه في تفاعل كيميائي عندنا ميه اللي هي السي ال طب السي ال هتدخل معها اه طيب ليه عشان عندنا الا 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 عشان احطهم هما الاتنين في تفاعل ما بينهم هما الاتنين علشان يديني 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 جزء مركب ايوني. تمام? تمام. يبقى انا معايا لازم يكون ميتر ويكون معايا تمام. فانا عندي كام عندنا وايت ومعايا. اه دي عندها في النهاية فيها هي برضو مش عاجبها حالها. زي ما قلت لك هتتفق مع الان اي? ان هي تاخد منها اللي هي عملته اللي هي فقدته وبالتالي يحصل ليه الكولورين ده يحصل عنده او هو يبقى عمل جين اتسب من الصوديوم اتم. فبالتالي اصبح الكولورين ده عندنا نيجتيف كام? نيجتيف عندنا خلاص عندنا نيجتيف ايون يعني ايون بيكون سالب. تمام عندنا الشرح بتاع الجزئية دي. فهنا قلت لك ايه? قلت لك عندنا الالكتروستاتيك اتركشن اكرر بتوين صوديوم كاتين والكولورايد انيان. يعني التجازب الكهربائي والتالي بيحصل ما بين عندنا بين الايون الموجب والايون السادم. الايون الموجب والايون السالب للصوديوم كولورايد ملكل. فبالتاني بيتكون لنا ايه? الان اي طبعا عندنا النوذة الف والسي ال بتكون او بتكون سالب يعني. خلاص عندنا برضو نفس الكلام اتكرروا هنا برضو. الان اي معها هيحصل لها لوز. هتديه للكلورايد ده. الكلورايد طبعا هيكتسبه. فبالتالي عندي ايه? لما اجي اكتب الايونيك بكتبه عندنا بالشكل ده. بحط الان اي هنا كده في كوست. تمام? واقفل وحط عندنا بوزيتف من فوق. وحط عندنا السي ال دي. تمام? واقفل من فوق وحط وحط العناصر اللي هي اخذتها كلها عندنا كادي وان تو معايا ستري فور ادي فايف سيكس سيفن ايت من من الالكترونز. طيب. هنا قال لك ايه? ايه? عاوزت تعمل ايه? تمثل الايونيك بوندنج. الترابط الايوني لزارة الماغنسيوم. يلا مع بعض كده نعملها. اول حاجة هقول له عندنا ام جي ومعايا او. يبقى انا عندي الام جي دي يا مسر عارفينها وبعدين ايت ومعايا تو? تمام? يبقى تو وايت وتو? يبقى تو وايت وتو? عندنا توالف. طيب معايا مين تاني الاكسجن? الاكسجن ده ايت. عبارة عن اي يا مسر. وكمان عندنا سيكس. يبقى هنا اخر حاجة معايا. يبقى دي اخر حاجة فيها ايت? فيها تو? عايزة تشيلها خلاص. فبالتالي عادة عندنا الام جي. واحط كده الالكترونز اللي هي civilة في اخر حاجة في هنا هقول له عندنا احط هنا كده كام سيكس يبقى عندنا هنا كده سري كده فور هنا فايف وهنا معي سيكس طيب عايزين شايفين معي هنا فيها سيكس طيب انا هتعمل ايه? هتديها عاوزين نحولها لي عاوزة حولها لي فبالتالي هعمل ايه? انا هكمل هنا بس علشان مش عارف اكتب في مكان الدايق ده فانا عندي احط كده وقل له عندنا 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 هي يعني فاخدت وبعدين احط برضو تاني وحط فيه واعمل معي وحط فيه كام احط فيه اللي هي بقت معها في فانا عمدي كده هنا كده فور عندنا وهنا عندنا سيكس وهنا سيفن وهنا ايت لقيه ان هي بقى معها كام? معها تو اكتسبت تو من يعني فكده انا عملت له ايه? عملت له الترابط الايوني. طيب يجي سؤال في الامتحان مهم جدا ليه عندنا لاي عندنا الترابط الايوني يكون نتيجة لجزيئات فقط مش تركيب العناصر. الايوني بيكون يعني اصده مبين اه جزيئات المركبات ما بيكونش مبين جزيئات العناصر طبيعي يعني هيبقى ازاي ما بين العناصر العناصر يعني مسلا من الاكسجن من الاكسجن هيعملوا ايه مع بعض مينفعشي? قلتلك لازم يكون عندنا ويكون نون ميتل. عشان يحصل تجازب ما بين الزرة الفليزي الموجب وزرة اللافليزي اللي بتكون مينس او تكون يعني سالب يعني. السوديوم والماغنيسيوم عندنا السوديوم والماغنيسيوم. ما احنا عارفينه السوديوم ده بيكون ميتل. وعندنا الماغنيسيوم ده بيقول لك ميتل. ليه هما دول ما بيحصلش ما بينهم عندنا تفاعل او مش بيتحدوا مع بعض عشان يكونوني جزء جزء مركب عشان عندنا هما الاثنين يعني في الزات لاني عندنا الزرة بتاعتها بتميل للفقد. الالكترونز ان فورم بوزيتف اين وبيديني بوزيتف اين. مفيش تجازب كهرابي بيحصل بينهم هما الاثنين لان هما الاثنين بيكونوا متل وانا قلتلك عشان يحصل اتراكشن ما بينهم هما الاثنين ما بين لازم واحد يكون متل والتاني يكون عشان واحد يحصل له جيم والتاني يحصل له لوز. تمام? هنا قال لك من اللي فوق ده قال لك في النهاية خلاص الكلام بيتكرر ان عندنا بيكونوا زي بعض عندنا زرتين بيكونوا فلزتين العنصر يعني فلزة كل منهم حيكون لي ايه? بوزيتف ايون. هيكون لي ايون موجب. طبعا عندنا مدام وفلزي يبقى حيكون ايون موجب. اما عندنا التو اتم زي النون متل المنت لما يكون معايا عنصر زرتين. زرتين لعنصر لا في لزي. فبالتالي عندنا وود فورم ايون. هيكون لي ايه? نيجاتف ايون. طيب هنا عناصر دي بيقول لك ان هي حتترابط مع كل مع بعضيها ديت في ترابط ايوني. تعالوا نشوف. قلت لك ترابط ايوني يبقى انا لازم يكون معايا معايا ويكون معايا غير كده مش هينفع. تمام? تمام. يلا اول حاجة هنا معايا ده في ايه? عندنا في هنا فيه توم. دة توم. وبعدين ايت? وبعدين وان سيبن. طيب دة عندنا توم. وبعدين ادي وان دة وان سيبن. وده اخر توم. يبقى دول ايه? دول عندنا يبقى دي لأ. هنا عندنا في ايه ادي معايا اول واحد اول يعني. وتاني معايا ايه وتالت ليفل معي فيه تمام ده عندنا طيب ده عندنا اول واحد طول والتاني ده عندنا ايه مش هينفع ليه مش هينفع علشان هنا عندنا ده فيه وطالما في يبقى ده نوبل جاز والنوبل جاز اصلا ما تدخلش فيه ما تدخلش في طرابة ايوني فبالتالي لأ طيب معي هنا عندنا ادي معي اول حاجة فيه وبعدين فيه وبعدين اخر واحد فيه معيه تمام هنا عندنا فيه وبعدين ايت وبعدين وايه عندنا هنا فيه طبع لان ده عندنا ميتل وده يبقى تمام يبقى هختار اللي هي دي طب لو جينا شفنا دي عندنا اول واحدة فيها كام دي وبعدين ودي بعدين تو ومعايا وان. عندنا دي متل وده برضو متل فما تنفعش. بقى دي لأ اي ما انا هختار بس سليم. طيب السؤال هنا بيقول اي من التالي يعنتمي لجروب سكس اي. ايونيك بتوين الايونيك القشرة الارضية وعندنا يعني فلز ولا فلز. قال لك هنا مين فيهم بينتمي لجروب سكس اي. تعالوا اول حاجة نشوف ده عبارة عن ايه. عندنا ده اول لفل عندنا فيه والتاني فيه والتالت فيه وعندنا الرابع فيه فيه عندنا تمام. اما ده عندنا الاولين فيه والتاني فيه سلي فور فايف سكس. عندنا فيه سكس. مين اللي بينتمي لجروب سكس اي? طبعا عندنا اللي هو الايونيك ده. طب تعمل احدد الشحنات المحمولة بكل من اللي هو الايوني الموجب والايونيك السالب. هو اللي بيكون لانه عمل ايه? لانه هو اخر حاجة عنده سكس. فبالتالي جين تو من الالكترون. هيكتسب اتنين من الالكترون. وعندي ايه ده? ده هيحصل له لوسط. هيفقد كم? هيفقد عندنا تو من الالكترون. طيب. طيب. بيقول ايه عندنا الصيغة الجزائية لمركب الايوني? الناتج من التركيب الاتنين ما بعضهم دول. حايد ديني ايه? عندنا ده ايه? وده بيه لما يحصل عندنا ما بينهم تفاعل فبالتالي حايد ديني ايه بي. بس كده. طيب السؤال هنا طبعا دي الاجابة بتاعته. هنا بيقول الشكل ده بيمثل تركيب لويس النقطي بيقول هنا عندنا عناصر نشطة مختلفة. فجايب هنا عندنا اكس وعندنا واي وعندنا دابليو. ايه الصيغة الكيميائية للمركب الايوني اللي تكون من تكوين اتنين من العناصر. فما عندنا تركيب ايوني يبقى لازم يكونوا معايته يكونوا معايته واحد يكون ميتل والتاني يكون نون ميتل. تعالوا نشوف. انا فيه الاولين ده فيه كام? فيه عندنا تو. فاخر حاجة عندنا يبقى ده من نسبة لي ميتل. ده ايه? ميتل. طيب ده في نون ميتل. تمام? طيب ده في آآ عندنا سكس يبقى ده برضو نون ميتل. يبقى انا لازم يحصل تفاعل ما بين الميتل والنون ميتل. ما يحصلش ما بين تو نون ميتل لأ. فانا جايب لك اكس واي. عندي اكس واي دول نون ميتل ما تنفعش. جايب لك هنا عندنا اه دابليو وي اكس. ميفحش اكتبها بالشكل ده فدي برضو لأ. جايب لأ يبقى عندنا الدابليو والواي الدابليو والواي وجايب لك حط هنا سري لأ. فعندنا مين اه دي عندنا الدابليو والواي. الميتل دابليو والواي عندنا نون ميتل. فبالتالي انا هختار ايه? هختار سي. طبعا ده الحل. بعدين اخر حاجة معي هنا بتكلم عن يعني عن خصائص المركب الايوني. اول حاجة ايه الخصائص بتاعته? عشان دي مهمة بيسأل عنها برضو. معظمهم بيتم زوبانهم او بيحلوا في الميا. بيقول عندنا كل من محاليلها المائية. وعندنا كمان ومصاهرها. بتاعتها ومصهوراتها كلها بتوصل الطيار الكهربائي. نقطة الزوبان ونقطة الانسهار بتكون هاي. يعني بتكون عالية. دي بس كده خصائص الايونيك كومبونت المركبات الايونية. كده تكون خصص حلقتنا النهاردة مع معد. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. انتظروني في بارت دو.